أرجع إلى معنى التضحية والأضحية مما أفسده الناس في زماننا هذا مع الأسف إنه الحقيقة هذا الدم الذي نهرقه لله وهذه الدبيحة هي واحد العامة رمزي رمزي يعني عنده دلالة عبدية ليس مقصودا لذاته من حيث هو الحم ويعني دم فقط الله عز وجل يقول هي لا الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم هذا معنى في الرمزية أي أننا حينما نذبح إنما يأكل اللحمة وما يتعلق به الإنسان فالعبادة في أصلها شعور معنى يقع بقلب العبدية تجاهر به تجاهر به وملاه لواحد القهار فأنت حينما تذبح الذبيحة تعبر عن إخلاص قلبك لله وأنك إنما تتقدم بهذا الصنيعي له وحده هذا المعنى إذن الذين تهيأوا له بنسيان أبداننا بشتوص الله للمقام الإيماني خصك نسارسك ولذلك لا تقطع أظافرك لا تقطع أظافرك ولا تأخذ من شعارك ولكن العكس هو الحاصل الدليل على ذلك أن الأضحية صارت مقصودة لداتها بل صارت وثانا والله إن عاكس الأمر إن عاكس الأمر على التمام والهمان عيد الأضحاء وعيد الوحيد ولكن العادة الجرية جعلت وثانية خفية لأنه صار لحم القصود لداته وصار الخيلاء والمفاخرة وكل هذا الشيركون صريح ولذلك الناس يرتكبون الحرام من أجل أن يذبح أن تذبح الشاتو والله لا يعبد بالحرام الله لا يعبد بالحرام بل يزيدك إثما على إثمين والعياذ بالله لأنه بالمقابل الله حظت المقدسة عن رب العالمين لعمل فيها مضاعف كما ذكرنا والجريمة أيضا مضاعفة أي يعني من أجرم في مكان طاهر جريمته مضاعفة واحد مثلا يعني يدرش جريمة من شرب الخمر أو الزنا أو الربا في مكان آخر بعيد عنده العقوبة دياله إلا أن يغفر الله له ولكن يجل جمع دياله العقوبات المضاعفة هذا بالنسبة لما كان وكذلك المزيد الحرام وغيره من الأماكن المقدسة كذلك الأزمين المقدسة يعني اللي شرب الخمر مثلا في رمضان ذنبوه أعظام من شربه إياه في غير رمضان ولكلين ذنبوه فكذلك لما انتكت ظن بأنك تمارس عبادة هذا غير ظاهر ولكن الإحساس الباطن عندك أنك تشرك بالله جنوان لأن ره الكبر الخيلاء من خصائص الشرك الكبر والخيلاء من خصائص الشرك بالله يعني عدد ذنوب القلبية الوجدانية المعنوية ذنوب معنوية ولكن منها ما هو الشرك يعني واضح قوي الكبر والخيلاء واضح جدا في النصوص الحديثية الكثيرة المتواترة المستفيدة ويكفيك من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما حرم إسبال الأذور إلا لهذا المعنى لما فيه من الخيلاء والكبرية فالميكم التفاخر بين الناس بالدبائح إبليس لعنه الله وأخزاه وأعاذنا الله وإياكم منه صار بالناس إلى عكس قصد الشريعة يعني رب المشرع الشريعة وشرع الحكم ديال الدبيحة لمنساك العيد إبليس قلب العباد الله يعني اتجاه فإن قبل الطريق قبلت الاتجاه معاكس تماما ولذلك قلت كما تعلمون جنيعا يتكب الناس الحرام من أجل هذا فدل على أنهم لا يعبدون الله به إلا قليلا قليلا ولذلك وجب على العبد أن يخلص نيته وأن يصفي سريرته فلو كان فعلا منشغلا بالله وسيدنا محمد قال لك ما تقطع دفارك ما تحسن شعرك باش تنسرس وابن دمشي نسرس يعني عقله في حولي فإذا هذا اللي عقله ودخل فيك بشين فهذا يعني ما شين صار وهذا يعني عبد نفسه وعبد أهواءه يعني إذا نسيت راسك من باب أولى وأحرى أن تنسلك الكبشة وما يتعلق به وما يتعلق بالعادات الاجتماعية الفاسدة فالمؤمن فعل الذي انجذب قلبه إلى الله وتعلق به ما يفكرش نهائيا في هذا الأمر حين واجد فليد بحواء لم يجد فهو في سيره إلى الله راد خلف العصر الأواء فالعصر الأوائي يكفيه يكفيه التسبيح والتليل والتحميد والصيام إن استطاعوا الصدق إن كان عنده ولذلك إذا عبد الله حقا بالذبيحة فليجعلها خالصة لله جلوان ولا يرعي في ذلك قولا لقائل لا من الجيران ولا من الولدان ولا من غير ذلك مما يفسد عليه عبادته